استمرار للكتلة الحارة نسبياً في ساعات النهار يوم الغد لتكون الأجواء أقرب للصيفية في ساعات النهار وأجواء معتدلة في ساعات الليل وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل بسونا فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزائنا متابعين تقصر العرب وأسعد الله بساءكم من المتوقع بمشيئة الله أن يستمر تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة نسبياً التي تؤثر على المملكة من يوم الأمس كما نشاهد هنا من خراءة درجات الحرارة خلال ساعات نهار اليوم كانت الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة وابتداء من ساعات نهار يوم الغد هناك انخفاض بسيط على درجات الحرارة نهاراً ولكن تبقى الأجواء حارة نسبياً في معظم المناطق وتصل إلى أن تكون حارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة أيضاً خلال ساعات النهار أما هذه الليلة الأجواء معتدلة في العاصمة عمان غيوم متفرقة ودرجة الحرارة تصل إلى 24 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 7 كم في الساعة والأجواء مناسبة لأغلب الأنشطة الخارجية في هذه الليلة في العاصمة عمان درجات الحرارة للثلاثة في أيام القادمة يوم الغد 31 إلى 16 درجة مئوية انخفاضات متتالية على درجات الحرارة مع يوم الخميس والجمعة من 24 إلى 21 في ساعات النهار وتبقى إلى 12 درجة في ساعات الليل خلال الأيام القادمة ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالاً من إربد إربد من 35 إلى 18 مفرق 36 إلى 17 وفي جرش من 35 إلى 18 درجة مئوية وفي عجلون الأجواء مشمسة 34 إلى 16 درجة مئوية في العاصمة عمان 31 إلى 16 زرقة 36 إلى 18 في البلقة 33 إلى 16 درجة في معدبة 31 إلى 17 وأخيراً في البحر الميت أجواء حارة 40 درجة مئوية نهاراً إلى 25 درجة في ساعات المساء في الكرة 32 إلى 16 في الطفيلة 31 إلى 16 أيضاً في معان 33 إلى 18 جبال الشرى 29 إلى 13 وأجواء حارة في العقبة 40 درجة مئوية في ساعات النهار إلى 24 في ساعات المساء رويشة 37 إلى 20 وفي الصفاوي 37 إلى 20 وأخيراً في الأزرق 39 إلى 19 درجة مئوية نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقس العرب تمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة